حوالي 60 ألف وفاة بكورونا خلال الأسابيع الخمسة الفارطة سجلت في الصين وفق ما أعلنت السلطات الصحية وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات الجائحة تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية في مطلع دجنبير الماضي رئيسة مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جيويا هوي قالت إن الصين سجلت هذا الرقم ما بين اليوم الثامن من دجنبير الماضي والثاني عشر من يناير الحالي رئيسة الإدارة الطبية في مقابل ذلك أشارت لأن عدد مرضى كورونا في المستشفيات حاليا في انخفاض مستمر عدد مرضى كورونا في الصين وصل إلى ذروته عند أكثر من مليون ونصف مليون في الخامس من يناير الحالي ليبدأ العدد في الانخفاض إثر علاج أكثر من مليون من المصابين